ماذا قصت يلي بده يشرب من دمك؟ رسته مغزالة كان عم بعمل حلقة مع كان وقت المطران في شعر الراعي اللي سعر البطرك غبطية البطرك كان بفيفرية 2004 كان طالع بيان مجلس المطارين الموارينة وعم بيقول كل الوقت البطرك الراعي كان المطران عم بيفسر البيان يلي هو أبو عبدو هذا الموظف السوري اللي حاكم لبنان ورسته مغزالة وأضع الحلقة كلها ينشروا أنا حسيت أنه قد أنا يعني كنت أعتبر أنه هيك صلبة قلت في شي عم يركب يعني تكتقل العيار كتير أنا ونيزلي ما بلقل أنا وضاهرة ستاء عندي معه نهار أحد ضاهرة من الشركة بلق الشيخ فيار بيجي بيصف قدامي هيك مثل المجنون بيفتح الشباك بلقل كيفك شيخ فيار اشتقني لك بيقلك أبو عبدو بدو يشرب من دمك ده قاله قاله إلا لم يشي دياق بدو يشرب من دمك وهيك عمل وفجروني بس شوفي كيف انتهى بتتذكري كيف انتهى رستوم غزالة ما بتمنى الضرر لعدو أنا بس خوزقو سممو مدري شو عملو فيه الشر إلا ما يتقابل بالشر وكل واحد افتر علي إخير توعات لي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة